السلام عليكم. أتبع بكم من هذا الفيديو نيشا نيشا الكوزينة جب دي المكونات ودري لك التبريمة هذي اللي هي خاطرة عفتوا البنات؟ خاطرة والله العظيم حتى خاطرة أنا كنقول لكم خاطرة والبنات كيعلقوا عليك يقول لاش تقولي خاطرة ورطا بعت الحال خاطرة اي حاجة خاطرة كنحطها عندي في القناة باش كاملين تستافدوا ما يمكنش ينحط لكم شي حاجة اللي فيها الكدوب ولا شي حاجة انا ما يمكنش راكم عارفين يعني التبريمة دي ولي ناشحين 100% وحتى هادي ناشحة 100% بغيتكم تجربوها وترضو علي الخبار كما رضيتو علي الخبار في التبريمات اللي فاتوا وطبيعة الحالة البنات ما تنسوا ليش اللي لايك دي لكم باش نحط ديما ديما الجاديد وتتوما ديما ديما اللي لايك يلا تبعوا معي الفيديو اول مكونا اللي غادي نحتاج هو القمح او لدقيق القمح او لدقيق دي القمح مهم احنا في المغرب كنقولو لي دقيق دي القمح وفي بلدان اخرى كنقولو لي الدقيق الكامل اه كامل راكم عارفين ابنات الفوائي ديال وبلا مندو لكم عليها راهوها غانية بزيف 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 راكم عارفين بانو صحي مية في المية غي هي خاسو يكون بحلاكا يعني منيل او لمدقوك مزيان بحلاكا اه كينين بعد يعني بعد العائلة كيشدو دقيق وكيخليو بنو خالتو غليدة الى كان عدكم توم ما بنو خالتو غليدة شدو طحنو بالطحانة يعني ديال العطرية ولا شوشنو فشل طحنو في المهرز باش يولي لكم بحالها كي يرقيق فهمتو يعني خليو دير واحد الكيمية صغيرة في حد البواطة واللي وتستعملوا غير جميل تاوا يعني بحاله بحال شو فام بحاله بحال الزراع يعني بحال الانواع ديال هاد شي خليو تاوا مع هادك مع ديال جميل واللي وتستعملوا يراته هو زوين مازال غنحط لكم وصافة زوينين به وصراحة يعني منعوت لكم غاني بزيف بزيف وغادي نحتاج هنا سكر غلاسي البنات كان نعود نقول لكم سكر غلاسي ماشي سانيده وماشي شي سكر اخر سكر غلاسي غاية معرفتش كيفاش نقول لكم باللغة العربية حتاش بزيف متبعيني من يعني من البلايس معرفتش كيفاش نقول لكم سكر غلاسي سوف نحتاجه معالق صغار ديال سكر غلاسي ونحاول هادك سكر غلاسي معك تيتحبب نحاول يا ايما نغرب له يا ايما منه انه نحطه في الوصفة نحقه بحلوكي بشي مايبقاش ليم كركب صافيه البنات وغادي نحتاج واحد لبيضة بلدية مهم البنات اللي غا يقولوك ما عنديش ببيضة بلدية ماشي مشكلة يعني ديريها مره الاولى بلا بيضة بلدية ولكن حاولي واحد نهار شري بيضة بلدية وجربي هاد الوصفة ببيضة بلدية خاطئره البنات منعودش ليكم منعودش ليكم انا كان موت على التبريمات حاجة اسمية التبريمات لا يعجبونيش بزاف دوك الماسك عادي ولكن التبريمات زوين وغادي نخلط هاد المكوينة هادهم زيال وكي ما قلت لكم البنات انا ما عنديش مع الماسكات بزاف لحقش كنحس بالماسك بعض ماشي كل شي كيني نبادلها الماسكات يعجبوني وبعض الماسكات ما كيعجبونيش كنحس بيهم بحلة ما كيعبعونيش بعد النتائج يعني ما كنديرهم كنضيع فيهم وقتي وكنضيع فيهم فلوسي ما كيعجبونيش ولكن تبريمات البنات كنحس بيهم يعني كتدير واحد بحلة كتتقشرية وجهي وكتدير بحلة واحد الماسك ووحد ترطيب وكتحسي يعني بوجهك بعدها تغير وتبدل وعطى واحد اللون يعني مغاير على اللي كان فهمتو اما الماسكة بحلة كتحطيه وغادي ناخد تقريبا واحد معاي القاة صغيرة ديال الماورد ماشي بالساف غيباش غنضوب في هاد ناس كافي غناخد معاي القاة اولا باكية ديال اللي كتكون كتبع بدرهم هادي كدير وصاشية كاملة ما عنديش انا دبا عندي قارا غنحتاج غي معاي القاة غادي تسدوب فيها حيتاش إلا ما درتش ناس كافي في الماء ما غاديش ما غاديش تسدوب ليا غاسبقاليا كحبيبات الفوق ولكن من الاحسان نديروا الماء ديال الورد اولا ما ديال الزهر نخلطو بها دنيس كافيتي ونلوحوها بحلها كاي وصافي البنات غادي نخلطو مزيان كل شي البنات على التخليطة خلطو باش يتجانسوا وقع العناصر وما اللي تديرهم على البشرة يعني البشرة كاملة تستفد منها لا تستفد من شيء وبقي شيء وغادي نحتاج واحد جوج معالق ديال ضانون طبيعي او لاياغورتن السوس ناخد جوج معالق وهنا البنات انا كيعجبني ناخد ضانون ونخليه حتى كي حتى يقدام كيعجبني نستعمل قطيم الحقاش زوين بزافة البنات كي تستفدي منه كتر ما يكون باقي التاريخ دياله غادي ناخد معالق لولا نخلط بها وغادي نزيد واحد معالقه التانية واخرنا ما بقاش عندي الضانون السوس انا دبرا كناخد هاكي اربعة ضانونات وكنديرهم في التلاجة حتى كي ينتهي يعني المدة ديال الصالحية دياله وكنستعمله ما كيعجبني اش نستعمله بحالكي يكون تاريخ دياله ديال يومين ولا تلسيام ولا اربعيام كنخلي حتى كيدوز خمسة عشر يوم عشرين يوم شهر كنستعمله لحقاش كتستفدي منه البشرة كتار جربوها البنات وردو علي الخبار واحتى الحليب الحليب البنات خليوه احتوه اقدام يعني يتوت البنات اللي اقدام عندكم الحليب ما تلوحوش خليوه احتلاجه واستعمله في الوصافات روخه ما عرفت حيتاش غيروه لي ريب غيروب وهذا كوه غادي تستفدي منه كتر ما هو حليب افهمتوا البنات؟ اكتمنى تفهموني كمشتوا البنات هالخلطة ديالي كتجيب حلوكاية ما تقيلها هي مخفيفة يعني راكم مشتو القوام ديالها ودابة غادي نديرها على الليد ديالي ولكن ما لغا نسالي معاكم را غادي نمشي ديها على وجهي وعلى عنقي وعلى الليد ديالي وعلى رجلية وبغايتكم تتومة يعني را غا نتخاصم معاكم الى مدرتوهاش ما ليتسالي معايا سير الكوزينا را القمح دابا كاين القهوة كاين البيت كاين كل شي الحمدولله دابا معا رمضان كل شي الحمدولله كل شي موجود عدك يعني سير يديرها واجربها ورضي عليها الخبار ما فيها تشي باس لا حقاش كلهم موات طبيعية وكلها ما يدير لك لا حساسية لاتشي حاجة سيوالا كانت عدك شي حساسية من دك المكوين والبنات نوصيكم في اي تبري ما كنقول لكم ضروري ديروا طبقه رقيقة طبقه رقيقة باش ما اللي تبغي تبرميها تبرملك ماشي تديرها غليدة غادي تكون متوازية يعني كل شي بحال بحال ماشي طبقه غليدة وطبقه رقيقة حتاش ديك الطبقه الغليدة ما غاديش تنشفلك كي هاديك الطبقه الرقيقة وهاديك الطبقه الرقيقة غاديك تلقيها كرمت يعني حاولي ما اللي تسالي مسحي بحال تديري مسحة ذاك الزوائد قاع حيلي ديهم من الافضل البنات كنقولها لكم باش ما اللي تبغي وتبرموها ما جيكمش صعيبة 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 بزاف جيكم ساهلة في البرايم وصافي دابا غادي نخليها تنشف ماشي تكرم حيتيش الكرمت غادي تتبرم لك وغادي نرجع لكم ان شاء الله باش نشوفوا نتائج دياله انا رجعت لكم من بعد ما نشفت لي ايه التبريمة نشفت ماشي كرمت هانتوما انا كنقيس فيها وهي ما كتلسقش فيها هادي نشفت ماشي كرمت كما قلت لكم الى كرمت غير سيري يغسليها لحقاش ما غاديش تبرميها غادي تمحني راسك اصافي ميم هانتوما يعني ملي كان برم كنحس بان كنحس بان الجلدة دياله الديه والدي الوجه والدي رجلية كنحس بها تضرني ولكن ماشي مشكلة لابدت لعليش لحقاش الجلدة ديالك فيها وحتى بقمصخة ملي غادي تديري ها التبريمة هادي غادي تقعد مع هاد الوصفة هادي مع ها التبريمة هادي فهمتو؟ وغادي تحس بان الجلدة دياله في يدك او لوجهك او لرجليك غادي تحس بيه بان حمارت ماشي مشكلة حاجة طبيعية تقعد منها الجلدة الميتة يعني طبيعي طبيعي بزف ما تخافوش البنات تقيت برمي على خاطرك يعني ما تصوقيت واحد برمي 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 تتحييدي هاد شي كامل وديك الساعة غادي تشوفي يعني انها تأش زوينة بزف 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 انا راه ديرها الوجهي والعينقي بغايت الخراعة باش نخدم عليها وصافي ورجلية ما زال غادي نديرهم حتى هما ملي نسالي معاكم الفيديو غادي ندير حتى وجهي مهم هانتو مشتو يعني كنقشر شتو البنات يعني كتشوفي بان الجلدة ديال ايديه ديك جلدة طبقة رقيقة اللي كتكون عندنا الفوق كتتقعد يعني كتتقعد هي اللي كتكون فيها الوساخ ولا تتكون فيها اللون ماشي هو هاداك او لا صراحة خطيرة البنات غي يجربوها علي حسابي جربوها جربوها وهنا البنات هانتو ما بعد ما غسلت يديا راه باين الفرق باين 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 كانتزيف غادي ديب فاقا شوية حمرية ماملتي بامتزيف لقدت لكم غاديت حمر ولكن مش مش كيل اوصفي هانتو ماشتو نتيجة وكنتمنى ايش بكم فيديو وكنتمنى تمشي وديروها مباشرة من انسالي هاد الفيديو هدا تمشي تديرها وماتنبخلوش عليا بليلوه كالبنات كنتمنى الليوه ايديا لكم باش تدعموني ونحط لكم ديما الجديد وانا معااكم تلموت ديما معاكم نحط لكم الوصفات تتوما معي باللايكات ويلا بسلام عليكم